الاسبيونز حمدي حاضرة طوال اليوم لعودة البطولة انت تكون منية تأصبه هيدا ممكن ان شاء الله يا ربي مع انت الحقيقة نحنا كجورات ولا كأينين مع انت الحقيقة نحبه نحبه شوبينات ارجع بش واحد يرجع يكور قلقتوه قلقنا الحقيقة الحقيقة عندي برشة طوال بكورتش مارس هكذا فاما فاما ستة شهور فاما ستة شهور خمسة شهور وكتعرف جورك يبدأ بعيد على مات شوية حاجة مش باية مع انت الحقيقة لكن الحمد لله هذا اللي عمل EUPPL باي قاعدين ناربو في مات شوية ميكل وان شاء الله ربي معان وان شاء الله ربي يوفقنا إن شاء الله قدش نسبت الجيهزة متاعك حمد اليوم والله لحقيقة صافة طوافه اما فاما ثمانين بالمئة الحقيقة 70 بالمئة وفي المات شوية الو فيسيال إن شاء الله واحد يخلط ان شاء الله ان شاء الله الجائزة متاعه كامل إن شاء الله جمهول الاسبيونسيتان عليها البوستاريكا إن شاء الله إنه عادة إن شاء الله يشوفوا مني كان الخير إن شاء الله بيل اليوم اللي يحكي شوية عاد ترجي الفريق شنيقص اليوم إذا بيت برشة من الحبائخات الحمدي سألت كين يطالبوا بالمهاجم والله الحقيقة بما أني قاعد نعيش أو في الترجير التونسيونيتر أنا الحقيقة أني نشوف بالنسبة الرأييني معنات الحقيقة أني نحبش ندخل في الحوايج الفنية ولا حاجة لكن نشوف في ياسين قاعد معنات الحقيقة يعدي في تعدي بريود خائبة رجع الخورمة شوية أي جور متجد مش رك مثال مش تقعد معنات في جامعية خاصة ياسين عنده برشة في الإسبيرونس فما حتى عبادي نجموا معنات يقلقوا منه ولا حاجة لكن أي جور بجي معنات بريود خائبة بريود باية لكن الحقيقة كي ما قلت لك ظهر لي نشوف فيه طوف البرباراتيون من أحسن جهورات فيما تشويت لم يكال كل مركب فيه قاعد يقضى في مردود ممتاز وتحب ولا تكره الحقيقة طوفي تونس ما عندكش مانتها فميش ما عندكش حتى كونك أحسن من ياسين وإن شاء الله ربي يوفقه إن شاء الله عاونه حاطة في منتخب كنت تفهم ببقى القديمة أنت يا ياسين عملت بك أسيس صحيح من قبل نلعب ضد برشة ياسين ولعبت معه في المنتخب الحقيقة لعب ممتاز برشة عنده أخي سالة مواجم إن شاء الله ربي يوفقه وزيد يخدم معنا روح ونعرف إن كان ياسين معنا قريب برشة من ياسين ونعرف أنه لديه كونفيانس في روحه إن شاء الله معلتها سنة يعمل عم باهي معنا ويتقلق كل عادة ويرجع المنتخب إن شاء الله نسألك على المهاجم الجديد اللي جاي ناسين بن خليفة جميع ما يعفوه برشة في تونسنواتنا جميع ما تقول عليه حمزي تريت معه شوية لما حاله مش برشة شوية جميع ما تقول عليه بينا جميعا بينا ليس بينا جميعا حقيقة مانتها الجماعية كل العب فيه في سويسرا قدم فيه معنا مرتود ممتاس يمركي برشة أهم حاجة اللي هو لازم معنا نحنا كجوريت مبعضنا ندخل في الجو وفيسا وإن شاء الله بقد تربيت ألق معنا إن شاء الله إن شاء الله بي حمدي مو نفسي مع سامح دربالي كيفاش؟ كما أي جور أخر مانتها الحقيقة سامح تريب أن تحبوه بي برشا جور نقدرو برشا عمل كارير كبيرة في الاسبيرانس زادة في المنتخب الحقيقة بالنسبة لياني من احسن لجارير ما انتو شوفتن في تونس لكن هذه معانتها حاجة اخرى في الكورة ديما معانت لازم اكتلق المنافسة باش انتي تتطوروا يتطور ان شاء الله معانتها بالتوفيق لنا الزوز واللي يستحق بشياله ان شاء الله يلا حمد الحباء الاسبيرانس ديما يلوموا شوية على المردود متاع الفريق رغم ليفهم النتائج كيفاش تشوف النقطة هذي مهم في نظرك انت المردود ونتائج فالله يصحيح ديما رأي الجمهور بصفة عامة خستن مع انت عبيد تتفهم كورة ديما تحب المردود والنتيجة تعرف انت من بعض الكورونا الاكثرية معانت برشا جماعيات تضروا بالوقف وكل شي والحقيقة معانا تيدي كتشوف الشامبيونات تصور كانت محسومة من وقت البريود متاع الكورونا لنتصور معانتها عادي باش باش حد الجوارات معانت مشتقها مالية شوية واحد لكن طوى ديك عم ناول صفحة وتتويت ان شاء الله سنين معتنا عدوهم اللي عنا جمعية ان شاء الله باي باش نصلوا بالبعيد في الالقابر كل ان شاء الله بعض المواقع والصفحات تحدثت حامدي على امكانية ان يكون بنعمال في الاسبرانس نازل ما يجيلي الاسبرانس محمد عمين والله الحقيقة مع عمري ما حكيت معاه في الموضوع رابطوا حتى اسمك حامدي معاه شفتها انت وانا لا نركزش كما قلت لك ما عادي اي جو واحد او بجيجي مالي توارب ش قولوا حامدي ناقايز يحب يجيبه حاجة عادية على الاخر كما زيت بوغطاس مراكت بعض زيت بوغطاس اللي حامدي حب يجيبه الاسبرانس بالعكس يعني حاجة دي ما ندخلش فيها قاعد نخدم عن روح كل شي فما عباد معانت ومسؤولين وملايين بالحاجة ديه وكان بفما واحد معانته باش يحبي يجيبه والحكيه مراحبا بيه يما عندي حتى مشكلة